في النور الحقيقة مشاهدين أهلا بحياتكم معنا مرة تانية في النور حيث وشرفتني وجود سيادة الليوة محمد رشاد الوكيل الأسبق لجهاز المخابرات العامة للحديث عن الأوضاع الأمنية في مصر بشكل عام أهلا بك سيادة الليوة كل سنة وحياتك طيب سيادة الليوة يعني إلى أي حد سيادتك راضي عما وصلنا إليه في تحقيق الأمن في مصر طبعا أنا لسا طلعين من عياد الأخوة المصحيين وأعتقد كل الكنائس النهادة كان على تأمين شهيد جدا صحيح والحمد لله مرت الأمور بسلام وما فيش أي مشكلة وكان فيه نسابية في كل المرور وما كانش فيه مشاكل خالص وأعتقد أن ده يعني مجهود يشكر عليها جهاز الشرطة لأنه الحقيقة كان تأمين تأمين بفنية وشديدة جدا وكان فيه ما فيش أي عوائق تقدر من خلال التأمين تحاول أنها تضرب المواطنين وأعتقد أن الأمور كانت ماشى لأن الشرطة النهادة ابتدت يعني خد دروس مستفادة من جميع من القضاء أو الأزمات اللي حصل قبل كده وأعتقد أن ده نجحت نجاحا باهيرا في أنها تقدر تأمين الكنائس وأعتقد أن ده يبقى على هذا المنوال حتستمر هذا التأمين في كل المناسبات الخاصة بخلنا الأقباط الحياة فندي مضافا إلى الفنية العالية والحرفة في أداء الواجب كان فيه الشيء اللي يهم المواطن الابتسامة والمعاملة اللائقة وساعدة المواطنين ده الاحترافية فإنه يبتدي يبقى التأمين ما يبتديش يبقى عبقى المواطن لازم التأمين يبقى يراعي ظروف المواطن وحياته وظروفه وبالتالي ما يبقاش عائق قدام المواطن أنه يعيش حياته 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 كمان سيدتك تبعت أكيد المتنزهات العامة اللي كانت في شام النسيم يعني على أخرها الحقيقة لو الدولة نجحت في أنها تؤدي إلى إجراءات تؤدت إلى انحصار الإرهاب وأعتقد أن ما تم في سيناء النهار ده كان رد فعلي كبير جدا على المستوى الداخلي وأعتقد أنه النهار ده الإرهاب يبتدى يقلس تماما وابتدى حتى الرادع العسكري الموجود في سيناء يؤتي أثاره بأنه يبقى ردود فعله تخلي أي واحد يفكر أنه ينتسب أو ينضم لهذه الجماعات حيالقى مصيرا يعني غير محترم بالنسبة لحياته القادمة بالتوازي يا فندم مع جهود مكافحة الإرهاب جيش وشرطة في جهود القضاء يعني النهار ده المحكمة العسكرية بتحيل 36 من خلية استهداف الكنيس في طنطة وسكندرية والقاهرة للإعدام كل المقبوض عليهم في القضية دي ده بلح أن نتناوله في أنه عندنا لازم نفرق بين الحرب على الإرهاب والحرب على الإرهابيين الحرب على الإرهاب أنك بتواجه فكر أما الحرب على الإرهابيين فتواجه أشخاص النهار ده القادم السلاح في سيناء بتحارب الإرهاب لكن لابد أن نرعي في الاعتبار أن الأنساق الأخرى للإرهاب الفكرة لا تموت لأن الفكرة النهار ده قائمة والفكرة النهار ده بيتولى ممكن أن النهار ده تقضي على تنظيم وتقضي على قياداته لكن تستمر الفكرة قائمة وتتولد منها تنظيمات أخرى فأخرى وبالتالي لابد أن تتعامل مع الإرهاب في إطار استراتيجية الشاملة لمواجهة الإرهاب وأعتقد ده إذا كانت القوانة السلاحة بتحارب الإرهابيين فلابد أن تقوم الدولة بجميع مؤسستها أن تواجه الإرهاب الفكر الإرهاب لأن الفكر الإرهابي ده ليه أنساق كثيرة جدا أنساق سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية وهذه لابد أن نضع في الاعتبار أن نتعامل مع هذه الأنساق كجزء من القضاء على الإرهاب ولا نتخلى عنها لأن الأحادية في التعامل مع الإرهابيين ليست الوسيلة الوحيدة لأن الإرهاب يموت لكن الإرهابين يموتون لكن تبقى الفكرة قائمة وتتولد ولابد من القضاء على الفكرة حتى تستطيع أن يتربوية التارات طبعا ليه موقف استقراري وده أساسي وده مسؤولية كل الدولة والقوة النعيمة فيها سواء ثقافية وإعلامية كل ده القوة النعيمة لابد أن تلعب دورا كبيرا في موضوع القضاء على الفكرة لأن الفكرة ده أساسا تستمر قائمة طالما لا يوجد من يصدد يا فندم احنا شفنا خلال يومين اللي فاتوا ونشر في الجريدة الرسمية موافقة السيد الرئيس على تعديلات في قانون العقوبات بخصوص تصنيع المواد المتفجرة بتصل عقوباتها للإعدام لو كانت مرتبطة بجريمة إرهابية بالضبط فهو ده بالضبط ده التشديد أنا بتكلم دلوقتي على مسؤولية كل الدولة في القضاء على الإرهاب لأن الإرهاب ده النهار ده لابد أن يكون هذا الشق وضع موضوع في الاعتبار حتى تستطيع أن تساعد الشرطة والجيش في القضاء على الإرهاب ككل لأن ده مسؤولية الدولة كمؤسسات بالإضافة إلى مسؤولية القوات مسلعة والشرطة في القضاء على الإرهابين ودي أساس النهار ده وعشان كده بقول كمان أنه لابد أن نضع في الاعتبار وإحنا بنحارب الإرهاب في سينة أن يكون هناك شق تنموي أساسا عشان يبتدي يبقى فيه تزرع سينة بالبشر حتى تستطيع أن يبقى هناك تنمية حتى تستطيع أن تحول هذه المنطقة إلى مجتمع منتج وبالتالي يبقى عنده حاجة يخاف عليها أو يدافع عنها عشان كده بنقول ده الموجود في قاومة الإرهاب أو الإرهابيين وعشان كده بقول أن سينة النهار ده الحقيقة العملية الشاملة سينة 2018 حققت نتائج مذهلة جدا في أولا قبل كل شيء أن هي جررت الإرهاب أو جفافت منابع الإرهاب من ناحية المعدات ده بتأمين الحدود بقى يا فندم البحرية والجبلية أردا وجوا وبحرا القوات المسلحة في سينة والشرطة النهار ده ابتدت تقضي على الإرهاب من وجهة نظر حجمت كل أو القضت على كل الأدوات الخاصة بالإرهاب حتى لو ما قضتش على الفرد لكن النهار ده لأن الفرد ممكن يختبئ في أي مكان لكن أنت بتوصل لدرجة أنك بتقضي على المخازن السلاح والزخير أو المعدات وبالتالي يبقى ومساحات المخدرات اللي بيزرعوه عشان يبقى هذا الفرد عديم الفائدة طالما لا يوجد أدوات يستخدمها طبعا وفي نفس الوقت في صعوبة كبيرة جدا في قواتس للقواتس السلاحة في سيناء النهار ده لأن الجماعات الرئابية في سيناء لديها خبرة من أيام ما كانت حماس وموجودة في سيناء من ناحية إنشاء المخابق والأنفاء الشعاب الجبلية لأن هما ليهم خبرة كبيرة جدا في هذا المجال وأعتقد القواتس السلاحة النهار ده بتواجدها في سيناء بتصل إلى حد أن هي تقضي على أو اكتشاف مخازن الزخيرة والأسلحة والمعدات وده جهد كبير جدا لو وصلنا ليه يبقى جردنا الإرهاب من كل عناصر العملية الإرهابية من ناحية المعدات الحاجة الثانية النتائج بلو أحد إن ده جلامة جدا في سيناء إنك النهار ده رجعت للقبائل قيمتها في سيناء وقدرتها على حماية حدودها لأن لا أمن في سيناء بدون غطاء قابلي عشان كده لما بترجع القبائل تبقى جزء من الخطة الأمنية بالإضافة أن هذه القبائل طبعا أدرى بكل شيء في سيناء وبالتالي تساعد القواتس اللعاء في إنشاء قاعدة معلومات كبيرة جدا ومستمرة تستطيع فيها أن تقوم بها أن تقوم بعملات السباقية وقائية لدرب هذه العناصر قبل تحركها وبالتالي يبقى هذا الردع الأمن الوقائي ويبقى لو توفر يبقى في أي لحظة أي عناصر ممكن تظهر ممكن القضاء علىها في حينه لأنه عاوز أقول إن الإرهابيين دول أشباح يظهر ويختافيه وبالتالي يبدأ أن يخدمه يخدم العمليات المضادة ضده قاعدة معلومات مستمرة ووسعة وأتأخذ القبائل اللي حتقوم بدور كبير جدا في هذا المجال بالإضافة إلى حماية حدودها وأتأخذ القبائل اللي حدث لو مساعدت في هذا المجال يبقى يبقى فيه مساعدة قوات مسلحة فيه عملية التأمين سيناء وأتأخذ برضو في نفس الوقت إن لو حصل تخفيف للقوات المسلحة في سيناء يبقى دور القبائل مهم جدا وبقول في النهاية لا أمن في سيناء بدون قبائل حضرتك قلت نقطة مهمة جدا إنه ما تحقق من نجاح في العملية الشاملة سيناء 2018 وعلى مستوى الحدود وكده شفناه مردوده في الداخل إنه بقوا يعني مش موجودين بس كان فيه كمان حاجة عايز أخذ رأي سيادتك فيها وهي الحملات الأمنية المكبرة زي الحملة اللي استشهد فيها زابط وعسكري النهاردة من الداخلية المصرية في مطاردة مجرمين جنائيين وإرهابيين وقتل أحد وده دور الشرطة في تأمين المدن والداخل أعتقد برده برده لابد أن يكون هناك يخدم قاعدة معلومات وأعتقد أن الشرطة النهاردة ابتدت يعني تغطى هذا الموضوع وطالما عنده قاعدة معلومات حيبتدي يتحرك ويقوم بالعملات بدل السباقية الوقائية وده أعتقد قمة التعامل مع الإرهاب أن تكون لديك المعلومة التي تتيح لك أن تتعامل مع الإرهاب قبل تحركه وتكبده خسائر تفوق إمكانياته على احتمالها وده طبعا لو حصل ده باستمرار هتبتدي كل ما تساوي لنفسه الانضمام لهذه التنظيمات هيعرف تماما مصيره وبالتالي يبتدي يعني يفكر مرة واثنين قبل ما يحاول الانضمام لهذه الجماعة هل يا فندم استطاعت قوات البحرية في هذه العملية الشاملة بعد مرور شهرين من بدايتها أنها تمنع تسلل أي عنصر إرهابي من الداخل هروبا إلى الخارج طبعا ده موضوع حماية تأمين الحدود وأغلاق الحدود تم في برا وبحرا وجو أعتقد أننا عندنا الحدود بتاعتنا وسع جدا في موضوع الصحراء الغربية بالزاد وعندنا سيناء وعندنا الحدود مع غزة وأعتقد أن ده نجحت القادة مسلحة في أنها تسيطل على هذه الحدود والمنافذ وسواء منعة الدخول أو خروج هذه العناصر إلى خارج المنطقة التي تتمنطية عمليات القادة السلحة الأنفاء يا فندم عايزتك تكلمنا إزاي بنشوف في البيانات المتوالية سد فتحات وتفجير أنفاق جديدة بيعملوا جديد غزة قائمة على شبكة من الأنفاء وده طبعا أساسي واخد التجربة بتاع حزب الله في لبنان ونجحوا في أنهم يعملوا شبكة أنفاق نادة على كل تحت غزة وهذه الأنفاء ممتدة على كل الحدود وهو بيبتدي النفاء موجود ويبتدي يعملوا فتحات متعددة ويبتدي يستخدمها في المقات المناسب وأعتقد طبعا الأنفاء بيبتدي يرتب أن بيت هنا وبيت هنا يبتدي يعملوا ويوصلهم ببعض ويبقى فيه نفاء وشغالين لأنه بيأخذوها من عمليات تجارية بالدرجة الأولى وأعتقد حماس كانت لها دور كبير جدا في بردوها إنشاء مجموعة من الأنفاء حتى تستطيع أن يكون لها موارد تستطيع منها تمويل نشاطها في غزة طب فندم الوضع الحالي في فلسطين هل تستطيع متى تستطيع مش هل متى تستطيع حكومة رامي الحمد الله حكومة الوفاق إن هي تقضي على هذا النشاط الإجرامي الخاص بالأنفاء واللي بيدر بينا أنا بقول له برد بقول على الهوى فيه مشكلة في حماس وإحنا قلناها من 2006 إن حماس لا يمكن أن تتخلى عن غزة حماس لما حصلت المصالحة كانت مش عاوزة شراكة سياسية عاوزة سلطة موازية مش عايزة انتخابات تاني ولا مش عاوزة شراكة سياسية مع فتح عاوزة سلطة موازية يعني تستمر لها السلطة في غزة وأعتقد ده لا يمكن أن يكون واردا لأن لا يمكن أن يكون هناك حكومتين في غزة فعشان كده بقول إن حماس لن تسلم القطاع بسهولة هو بتطالب أن تكون الفكر الفتح في هذا المجال أن تكون هناك شراكة سلطة موازية وليس شراكة سياسية فتح بتقول إن بقى فيه شراكة سياسية تخش في كل التنظيمات منظمة التحرير فتح حماس والجهاد ويقول لك لأ أنا عاوز أستمر بسلطتي في غزة وعشان كده ما فيش طلاق في الأهداف وعشان كده ما فيش الغد دلوقتي طالما هذه الأفكار أو هذه المبادئ اللي واخدها حماس متمسكة بي أعتقد موضوع إن حكومة رئيس الحكومة لا يمكن أن يمارس اختصاصاته داخل غزة طالما بقي موضوع الأمن والسلاح غير متوفر تحت سيطرة حكومة الحمد الله طب إلى أي مدى سيدة اللواء وسيدة كنت وكيل مجهزة المخابرات العامة تستطيع مصر عن طريق وده ملف كان في إيدي المخابرات فترة طويلة من أهم اللواء عمر سليمان ويمكن قبل إزاي أو إلى أي مدى تستطيع مصر أن تضغط في اتجاه أن تكون فلسطين دولة واحدة موحدة لها حكومة واحدة بقيادة الرئيس أبو مازن وحده بدون تلاعب من حمد نحن مصر بذلت جهدا شديدا جدا أيام المرحوم اللواء عمر سليمان استمر هذا الملف مفتوح عن ست سنوات بدون فائدة أو بدون تحقيق نتائجة بيها فتح مرة أخرى أخيرا وأعتقد أنه كان هناك اجتماعات مكثفة عشان هذا الموضوع سيدة اللواء ما يحدث الآن في فلسطين هل هو حقيقة انتفاضة جديدة حركة الأرض والمظاهرات والشهداء والمصابين بالألاف أم هي تمثيلية ما بين إسرائيل وما بين بعض الأجهزة المتأمرة في فلسطين أو بعض الشخصيات لكي تحبط أي محاولة حقيقية لإعادة فتح المفاوضات الخاصة بالسلام في منطقة فلسطين الموقف في غزة مأساوية يعني في كل المجالات عندك الظروف المعاشية في غزة مأساوية للغاية وبالتالي الناس دي ما بتيجي فرصة تنفس عما موجود فيها بتبتدي تتحرك موضوع الأرض ده موضوع حقيقي النهاردة بتوع غزة بيعاني من موضوع أن هناك عصار عليهم بألفة طويلة الموقف يزداد سوءا المعيشة النهاردة في غزة أصبحت مستحيلة غزة النهاردة فيها حوالي 2 مليون أعتقد أنهم من حقهم أن يعيشوا حياة كريمة وما بتجي لهم فرصة أنهم يعبروا عن شعورهم وما يعانوهم في غزة أعتقد موضوع التحرك الذي تم في يوم الأرض في غزة كان حقيقيا باعتبر ده مجال تنفيذ لمطالب هؤلاء الشعب الغزاوي الذي يعاني من الحصار وسوء التغذية وسوء المعيشة في غزة طيب ما موقف حماس في رأي سيادتك من حلم إسرائيل أن هي تزيح الفلسطينيين في جزء من سينة وتوسع لروحها شوية كده وتخلص من السوداء موضوع سينة ده غير ورد بالمرة موضوع سينة ده ترح أيام مشروع الإسلام السياسي أيام الخامس سمين وأعتقد ده الإخوان المسلمين لما طرحت مشروع الإسلام السياسي ابتدت تفكر في إنشاء الخلافة الإسلامية والخلافة الإسلامية ده كان أركانها جماعة الخامس سمين ومعها تركيا تركيا عندها أطماع وأحلام الدولة العثمانية الإخوان المسلمين كانوا عاوزين يعملوا الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية بدءا بمصر ثم سوريا وبعد كده بقيت الوطن العربي ولما أزيح وأعتقد أن أمريكا ساعدت الإخوان المسلمين في إنشاء هذا المشروع وكانت متبنية لأنه بالنسبة له مشروع العمر لأنه هذا المشروع بيعيد بترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط اللي هم مشروعين مشروع الإسلام السياسي بتاع الإخوان المسلمين ومعها من تركيا ومشروع الصويوني وبالتالي بوفرت على الولايات المتحدة الأمريكية مجهود إعادة بين الشرق الأوسط ولما فشلت هذا المشروع ابتدى أمريكا تتخذ من مصر موقفا معاديا وفي نفس الوقت حصل بردو مع تركيا لما فشل هذا المشروع ابتدت تركيا تتخذ موقفا معاديا أيضا ضد مصر لأن تركيا كانت بتحلم بعالة أمجاد الدولة الأثمانية بالإضافة أن تركيا لها وضع خاص تركيا كانت بتبحث عن مركز إقليمي يدعم موقفها في انضمامها للسول الربائي المشتركة بالضبط أو للسول الدول الأوروبية بردواء اللي هو ما فشل هذا المشروع ابتدت تركيا نعرض تتخذ موقف مضاد لماصل نتيجة أنها قضى على أملهم وطموحاتهم بالنسبة لتركيا وقضى على أمل وطموحات جماعة الإخوانسين في أنشاء الخلافة الإسلامية وفي نفس الوقت تطرح طبعا الخلافة الإسلامية لا وطنة ولا حدود عشان كده تسوى كل مشاكل المنطقة في موضوع الخلافة الإسلامية وكان في هذا المجال ممكن الخلافة الإسلامية تعيد تاني تسوية القضايا الفلسطينية بأساس أنها تبتد تطرح سينة كجزء تبادولي لإنشاء لكن ما موقف حماسة فندم يعني هل حماس مؤيدة لفكر إسرائيل ده ولا هي بتقوم بجده ولا إيه حماس كانت في الوقت ده ولازالت الجناح المسالح لجماعة الإخوانسين وهي طبعا كانت بتقوم بدور كبير جدا ولا هي أماها هي حماس النهار ده وكانت بيحتزو في موضوع الخلاف الإسلامي وأعتقد حيبالها دور برضو في أنها تستمر برضو سلطتها في غزة وده كان كل الأدوار دي متفق عليها أولي غزة يعني وكانش ما عنداش مانع يعني طيب عايزة تنقل معسيتك لنقطة تانية وهي نقطة تقديم ودي نقطة يعني برضو إحنا بنشوفها نقطة ناصعة البياط في الجيش والشرطة المصرية تقديم المساعدات الغذائية لأهالي شمال سينة لمراعاة ظروفهم تحت ضغط مكافحة الإرهاب طبعا موضوع أنك تحافظ على تبتدي تدعم أولئين تحافظ لأولئين الناس على مستوى معيشية أعتقد أنه مسؤولية القوات السلحة لأن هذا القوات السلحة ده مسر عمليتها وأعتقد أنه كما تراعي جنودها لابد أن تراعي السكان لأن السكان جزء من المنظومة ولابد أن تحاول تساعد هؤلاء العناصر هؤلاء هذه القبائل أو المواطنين على أن توفر لهم حياة كريمة في مناطق عمليات القرص السلحة طب فندم يعني ما يحدث الآن في سيناء والتصريح الرائع اللي احتفى بيه كل المصريين من السيد الرئيس لما قال قريب أوي هنيجي هنا نحتفل بالانتصار على الإرهابيين أو خوارج العصر أوي يعني معلن لكن هل سيادتك بتشوف جهود التنمية الحقيقية في سيناء بدأت بالفعل أما أنها مازالت منتظرة لإعلان النجاح التام في شمال ووسط سيناء التنمية ضرورة جدا الأمن والتنمية عنصران متلازمان ولابد أن يكون لتحقيق الأمن لابد أن يكون هناك تنمية وده مش عرف مصري لا ده عرف حتى دولي لأن دارة المعارف البريطانية لما بدأت تعرف موضوع الأمن بدأت قالت لك أن القوات المسلحة مسؤولة عن الحدود لكن لابد أن يكون هناك التنمية حتى لا تسقط الدولة فالمضوع ده مبدأ قديم جدا ومتعرف عليه ومقنن عشان كده ما نقول لابد أن يكون هناك تنمية ومع الأمن وأعتقد أن الخطة جاهزة وإن شاء الله أول ما تبتدي يبقى فيها الأمور المستقرة في سيناء هتبتدي تدفع عناصر هذه التنمية إلى سيناء وأعتقد وزارة الزراعة أن هذا أمت بودرك بدأت جدا من تنمية المجتمعات الزراعية الموجودة في سيناء وبدأت في الفعل تمدي الناس دي بأهلاته ومعدات وبزور وتقاوي كلام ده كل عشان تبتدي تنمية للمناطق الزراعية الموجودة في سيناء وده أول حجر لأساس لموضوع التنمية في السيناء ما كانش ممكن لأبناء شمال ووسط سيناء أنهم يزرعوا من غير ما تكون الأرض بتاعتهم وما كانش ممكن تكون الأرض بتاعتهم وهم ما عندهمش هوية ما عندهمش أرقام قومية كل الخطوات دي الحكومة زللتها في الفترة الماضية طبعا هو كل ده حيتم لكنه ما يبقى فيه استقرار في سيناء وتبتدي تعود الأمور إلى ما كانت عليها أعتقد كل الأمور ده حتى تبتدي يتم تسهلة وأنه طبعا موضوع سيناء أو سكان سيناء اليوم دين كبير جدا على مص على مص بالكامل لأن تم إهمال أيام تم إهمال هذه المنطقة 30 عاما وابتدت تتعرض للإرهابيين وابتدت القبائل تفقد هبتها في هذه المنطقة عشان كده هم حرسين جدا القبائل أن هم يتعالوا من القوة السلاحة في أساس أن الجيش سيبتدي يساعد أو الدولة كلها ستساعد هذه المنطقة القبائل في أعادة تنمية هذه المناطق وأعتقد ده إذا نميت سيناء وابتدت تزرعها بالبشر أعتقد سيبقى تأمن سيناء وتأمن البوابة الشرقية لمصر اللي هي مصدر الهجوم على مدار ألاف سيناء طيب سيد الليو عايز أخد نظرة أوسع للأمن في مصر الأمن القومي يعني مثلا النهاردة كان فيه لقاءات مع وزير العمل الليبي ووزير القوى العاملة المصري لمناقشة الخطوات الحقيقية الواقعية لبدء إعادة إعمار ليبيا عن طريق العمال والخبرات المصرية مهندسين ده كترة أطقم إدارية ده كلام الوزير فبتشوف مدى يعني وقعية هذا الأمر هو طبعا موضوع التنمية أحد عن نصره أنه تنمي المجتمع حتى تستطيع أن تقدع البطالة أن البطالة هي قافة المجتمع صحية وبالتالي لابد من القضاء هو تبتدي تبحث عن فرص عمل داخلية وخارجية عشان تبتدي تقلل البطالة وتوفروا فرص عمل للشباب والمواطنين على أساس النهار ده يبتدوا وده جزء من التنمية التنمية الاقتصادية ده جزء منه أعتقد أنه لما بنقوم بعمليات ترتيبات مع دول الجوار وخصوصها الليبيا على أساس أن العمال يروح عن طريق الدولة وليس فرادة بطريق شخصية أعتقد حيبقى حقوقهم مضمونة الضمانات كبيرة جدا بتحطها الدولة مع الدولة الليبية أو أي دولة أخرى من دول الجوار وبالتالي تبقى ده في صالح العمالة وصالح مصر لا زي أي دول أخرى لها مكاتب أو لها ترتيب أو ديها سيطرة على العمالة لما عندها خروجها أو تعاملها أو سفرها لخارج الدولة إلى أي حد بتشوف سيادتك أن الأوضاع في بعض المناطق الليبية استقرت فعلا أمنيا بحيث يمكن استقبال دول هايبقوا ضيوف يا فندم دول هايبقوا ضيوف أجانب منطقة الشرقية بموطقة بنغازي لغاية حدودنا أعتقد منطقة معقولة تستطيع فيها أن تجد فرص عمل المصريين فيها وأعتقد ده موضوع مؤمن لأن قدس اللي حققه أيما بوجود كبير أو في تعمين منطقة بنغازي ومنطقة بنغازي عموما أكبر للمناطق استعابا للعمل المصري لأن كل هؤلاء يعني تلقى فيه بأسر كتيرة جدا موجودة أصلا موجودة من مصر لأن المنطقات بنغازي كانت أقرب إلى مصر إلى منطقة استسكندرية وأعتقد أنه هو فيه عائلات كتيرة جدا جزورها أصلا موجودة ومتجوزين من بعض طب بالنسبة فندم للعراق العراق برضو دلوقتي شبه جاهزة وكان فيه لقاء قريب ما بين مهانس برهيم أحلب وحيدر العبادي لإعادة إعمار العراق إحنا لنا دور في العراق قبل كده زمان طب وأعتقد أنه لو العراق لو إحنا نجحنا في أنه نحصل على مشاريع تستطيع فيها العمالة أن تستنفس جزء من البطالة أعتقد سيبقى مؤشر كبير قوي وأعتقد العراق أنه كل الدول العربية محتاجة الخبرات المصرية والشركات المصرية لها تاريخ طويل جدا في موضوع عمار كل الدول العربية وليها صحيح سجل حافل بالإنجازات موجودة في هذه الدولة وده طبعا مش هأثر على المشاريع القومية الكبرى في مصر لأن ده حيرفع سعر العامل بقى أنه يبقى يلاقي هنا يضطروا يدفعوا له أكتر هنا ولا يسافر هنا حجمه بطالة لأن البطالة النهادة لو استنفزتها هتقدع الإرهاب لأن البطالة في ظل وجود البطالة يحدث استقطاب للإرهابيين من هولا العناصر وأعتقد أن كل العناصر الإرهابية اللي شغالها أو معظمها مستقطبة من الشباب والتيجة أنه هو الموقف الاقتصادي سيء وتنمية متوقف عشان كده أنت لما بتدع البطالة بتمنع الاستقطاب العناصر الإرهابية وطالما الفرد النهادة عنده حاجة يدفع عنها فأعتقد هذا جزء من الأمن لأن الأمن هو أساس المواطن فالمواطن إذا كان لديه ما يدفع عنه أو يؤمنه أعتقد هو اللي سيبتدي ينزل الشارع ويؤمنه ويبتدي يبلغ عن الإرهاب والإرهابيين وكل ده النهادة لابد أن إذا تطيحت للفرد عمل معين وحاجة يقدر يدفع يتبقى بتاعته هيبتدي يدفع عنها زي ما يدفع عن بيته طيب فندم الموقف في سوريا ما حقيقته الآن بعد ما أمريكا عملت لعبة جديدة عشان تبتز السعودية وقالت لك بقى لا لا إحنا نمشي كفية كده إذا كان السعودية عايزنا ما نمشيش تدفع هي تكلفة وجودنا في سوريا رغم أن الجميع يعلم أن أمريكا لها مصلحة كبرى في البقاء خصوصا قدام روسيا لكن يعني هي اللعبة برضو عشان إيه جر عشرات المليار أمريكا فقدت هيبتها كثيرا في سوريا لأن أمريكا النهاردة ابتدت تقدم رجل وتأخر رجل في سوريا وابتدت تحط في الاعتبار حاجات كديرة جدا وابتدت ما بتست ابتدت تتباطأ في تسليح الجماعات الإسلامية المسلحة وبالتالي النهاردة ابتدت الناس دي تبتدي تتجي إلى منجلات أخرى عشان كده مثلا الجيش السوري الحر اشتغل مع أمريكا شوية وبعد كده النهاردة لقى نفسه ما بياخدش مكهة كفية ابتدت تعاون مع تركيا في موضوع الهجوم التركي على غصنزيتون اللي بيقول عليه عفرين عشان كده بقول إنه والجيش الحر دي يا فندم يعتبر فصيل معارض ولا يعتبر مساعد للدولة السورية تقدو جزء من الزباط الذين خرجوا من القاتل السلاحة أو تعرضت مصالحهم مع القاتل السلاحة يبتدوا يطلعوا برا الجيش السوري والنظامي وينشئوا تنظيم الجيش السوري الحر بس ولقهم لمين يعني لما نرجع نقعد على الترابيزة بقى يبقى إيه لأي حد شوية مرتزقة يعني كل المعارضة مسلاحة السورية هو مجموعة من المرتزقة لمن يدفعها طب والميزان عمل إزاي هناك فندم موضوع الجيش السوري النهاردة الموضوع طبعا لو للجهد الروسي في موضوع دعم النظام النهاردة قدى النهاردة يعد يحقق جزء من الاستقرار كبير جدا لسوريا وأعتقد أن سوريا أو روسيا قامت مدور كبير جدا في موضوع دعم النظام ووفرت للقوات الجيش السوري وطاق جوي نجح في أنه يحرر المنطقة كثيرة جدا وفي نفس الوقت سوريا حق روسيا حققت في سوريا ما لم تكن تحلم به في حياتها لأن مصالحها النهاردة في سوريا أصبحت مقننة وبقى جزء من حلف حطت رجليها في المنطقة تاني بقى جزء من حلف عنده قواعد عنده حلف النهاردة مع تركيا وإيران وبالتالي أصبح النهاردة هو الياد والعليا في سوريا نتيجة تحالفه مع إيران وتركيا فضلي سؤال وهسأل حذك في قضية المية لأنها قضية مهمة السؤال أنه بعد ساعة لربع العشرة مساءًا بتوقيت القيارة تستقبل أجهزة مطار القيارة الدولي أول رحلة جوية روسية بعد توقف عامين بسبب الكارسة بتاعة الطيارية ويعني برضو اللي بيعمل حاجة بيلاقيها برضو هما دلوقتي موضوع التارد الدبلوماسيين والموضوع الكبر بتاع سكريبال ده لكن ويوم الخميس مصر الطيران هتسير أول رحلة وحيبقى ثلاث رحلات إسبوعية وثلاث رحلات إسبوعية مصر وروسيا تاني وده يعمل انتعاش في الاقتصاد إن شاء الله بتشوف سيادتك الأمن ما بين مطارات مصر وروسيا كان محتاج كل الزيطة دي ولا ده موضوع سيادت يعني برضو لازم تبقى مفهوم إن ما حدث للروس من ناحية تفجير التيارة بتاع عشر مشيق أعتقد ليه رد فعل سيئي جدا ولا بد أن تراجع الإجراءات الأمنية على طائراتها وابتداء بتسلم الراكب من أول ما يخش المطار وأعتقد أنه في سبيل هذا التأمين أعتقد أنه يبتدي ينسق مع مصر سهران أو المنظومة الأمنية في مطار القاهرة أو المطارات الأخرى أنها تبتدي يبقى فيه يعني اتفاق لأن وأعتقد أن روسيا ابتدت تطمئن للإجراءات الأمنية الموجودة في المطار ومصر عشان كده تبتدي تعمل تجربة في أنها تسير خطوط منتظمة ثم بعد كده يبقى تدي الخطوط السياحية أو الشارتر الموجود في كل المطارات وأعتقد ده حق الدولة وأعتقد طالما أنه وصلوا إلى اتفاق فلا ما فيش مشكلة وحيستمر بعد كده يعني أنت عايش سياحي كبير طبعا السياح الروسي كان عندنا أفواج كبير قوي وأعتقد أنه موضوع غدبالك أن روسيا لما يبتل فيه تغيران روسي بينزل مطارات مصر بيدي نوع من الأمان لكل شركات التغيران وكل المواطنين الأجانب في أن مصر النهاردة أصبحت مستقرة والأمن فيها مستقر وسواء في المطارات أو داخل الدولة طب يا فنم أخيرا عايزي أسأل سيتك عن الاجتماع الأخير اللي حصل في السودان وكانت القيادة السياسية بتعلم بنتائجه النهاردة عن طريق وزير الرأي والموارد المائية مع طبعا رئيس جهاز المخابرات لأنه كان اجتماع من تسع أفراد تلكت وزراء موارد مائية ورأي ومندوب من كل دولة للمدير المخابرات وكان اجتماع فيه خارجية وموضوع كبير يعني أنا هقول نظرة تاريخية على الموقف الأسيوبي الموقف الأسيوبي متربس لمصر منذ سنة 1963 منذ استد العلي بالزبط وكان هذا التربص أو هذا الموضوع أصلا كان تأمر أمريكا هي اللي ابتدت تشير إلى أسيوبي أن تقوم ببعض الإجراءات النهاردة لأن هي تحاصر مصر من ناحية المياه وده كان كارت يستخدمه 1963 وابتدى يقدمه 33 مشروع لأسيوبي عشان تبتد تستفيد بالمياه في إطار الري وتوليد الكهرباء ده مشروع أمريكاني من 1963 33 مشروع النهاردة وده فكر قديمة ومبعدين برده طلعوا مبدأ مبدأ أنه هو الأعلى جغرافيا هو سيد الموقف ودول المنبع اللي هو دول المنبع مش المصاب تبقى هي مستيطرة على كل مواردها المائية وده المبدأين دول هو اللي خليتهم أسيوبي وابتدت تحطوهم في اتفاقية عن تيبي اتفاقية عن تيبي ده ابتدت التحرك فيها سنة 2006 لما انشغلت مصر موضوع التوريس ايو ابتدت تحطن وعملوا فيه لجان من 2006 إلى 2010 عمل المنتبر في أبريل في شرم الشيخ وفشل في هذا الموضوع الاتفاق ووقع الدول المنبع على موضوع اتفاقية عن تيبي لكن السودان يا فندم برضو زي مصر مش موقع على الاتفاقية دي ومع ذلك بنشوفها كموقف دلوقتي موقفها ايه بالنسبة لسد الوقت انا عاوز اقول بصف النظر على المواقف اكتر دولة مستفيدة من موضوع سد النهض هي السودان فبالتالي النهار ده النهار ده المصالح بتحكم كل الامور السودان مصلحتها في موضوع انشاء سد النهض مع توافر يعني معامل معامل الامان مهم جدا من نسبة له ومع ذلك النهار ده يعني الموضوع ده النهار ده لازال قيد البحث لان احنا الوقت عندنا مشكلة رئيسية جدا في موضوع مدة ملء الخزان ودارة المياه وده مهم جدا وبعدين ناحية الفنية بتاع المواصفات الفنية بتاع السد وهو مدى تحملوا الـ 74 مليار كلام ده كله النهار ده لابد ان يوضع في العتبار هل نجح تفن من اللقاءات المتتابعة ده وخصوصا دلوقتي الوضع المضطرب في أسيوبيا التعصب الأسيوبي في هذا المجال ده لازال قائما ومش عاوز يتنازل واعتقد ان هو بيكسب وقت وعاوز اقول أن الموقف الأسيوبي ده مش موقف لرئيس وزارة ورئيس جمهوري موقف الجبهة الثورية الشعبية اللي هي الحزب الحاكم ده موقف حزب يعني سيدتك ما تتوقعش انفراج لهذه الأزمة مع تنازل هيلا مريم ديسالين رئيس الوزراء ووجود نحمد وده سياسة حزب الحزب الحاكم جبت رئيس وزارة جبت بتاعه هو ليه سياسة معينة واعتقد متمسك بيها لغاية دلوقتي والحل ايه من وجه نظرك بعد فشل هذه اللقاءات عن كروض ضغط على أسيوبيا خارج صندوق المفاوضات من دلوقتي لانه لابد ان يكون لديك كروض ضغط على أسيوبيا واعتقد لابد ان مراكز المساعدة في صناعات القرار لازم تبحث عن كروض ضغط على أسيوبيا فيه تمويل فيه حاجات كتير تمويل جاي من تركيا ومن اسرائيل ومن أمريكا والكلام تلعب دور في هذا الموضوع نهارد كل الأخبار المتوردة التي وردت عن هذا الموضوع عن أسيوبيا اكبالت 60% من بناء السد وفضل 40% 40% دول محتاجين تبويل أنا بقول في أي الأحوال لابد أن تبحث بصر عن كروض ضغط على أسيوبيا خارج إطار صندوق المفاوضات لأن صندوق المفاوضات طويل جدا وبيكسب وقت ان هذا ولابد أن يكون بيكمل خطة أنا ان أنا ابتدي عندي خطة بديلة استطيع من خلالها الضغط على الموقف الأسيوبيا الذي لم يلين حتى تريقه منذ فترة طويلة جدا واعتقد انه هو بيستغل انشغال مصر في التوريس وحط وعمل اتفاقات عنديبي استغلت موضوع ثورة 2011 وفي أبريل حط الأساس بتاع السد وهكذا ده موضوع هو أصلا قاعد بيستني أول مصر ما تنتشغل في حاجة لا يبتدى يعمل حاجة لأنه هو كان قبل كده لا يجرؤ أيام أنا والسدات وأيام جمال عبد الناصر وأيام حسن مبارك أن يضع طوبة واحدة النهاردة لابد أن يكون هناك يعني كروض ردع لهذا الموقف الأسيوبي الذي المتصلب ضد مصر وده ومش جديد على أسيوبيا أسيوبيا النهاردة ولا بد أن نوضع في الاتبار أن هناك تربص هناك تواجد إسرائيل موجود في أسيوبيا وإسرائيل بتعتبر أسيوبيا نقطة ارتكاز استراتيجية لها من سنة من خمسينيات وفي نفس إسرائيل متربصة ده في قبائل لها أصول يهودية هناك لا أتكلم ناتنياو لما راح زار أسيوبيا قال لك إحنا ممكن نشارك بالتكنولوجيا يعني إذن عينوا على الماء فأعتقد دور إسرائيل النهاردة موجودة ومتربصة برضو في أنها تبتدي عينها على الماء وتعافزة السفيد بالماء بطريقة أو بأخرى وأعتقد أسيوبيا عاوزة بتشار في الموضوع تبقى لما ابتدى تلاتة وستين أقحم المياه في موضوع النزاعات الاستراتيجية وأصبح سلاح سياسي نتيجة الأمريكان يبدأوا ويدخلوا أو في زهن أو في قناعة أسيوبيا أنها ممكن استخدام الماء كسلاح سياسي بشكرك سيادة اليوم النهاردة بتستخدموا أسيوبيا تبقى للتوجهات المبادئ الأمريكية اللي من سنة تلاتة وستين بشكرك جدا جدا سيادة اليوم محمد رشاد المصرية نورتنا فندم وبشكركم مشاهدينا فاصل قصير ونتكلم عن إرادة المصريين والألعاب الإلكترونية المدمرة